تحت رعاية الرئيس السيسي نعقاد المؤتمر الكشفي العالمي ومدولي يؤكد أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على قطع غزة واليونيسافة تحذر من أن أكثر من 600 ألف طفل حياتهم معرضة للخطر أوكرانيا تعلن وشن روسيا ثالثة هجوم على كييف هذا الشهر والطاقة الذرية تحذر من تظاهر السلامة بمحطة زابروجيا الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشرة بتوقيت جرينيكش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التليفزيون المصري أهلا بكم قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي أن الحكومة تعمل على الدفع بكشافة المصرية للأمام بتوفير كل الدعم المطلوب لها معضحا أن التعزيز القيم والمبادئ الإنسانية تأتي ضمن عملية تنمية الإنسان جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الكشفية العالمية السلس والأربعين والذي أقيم بقصر القبة الرئاسية تحت رعيط رئيس عبدالفتح السيسي حيث أعرب رئيس الوزراء عن فخره بدور الكشافة المصرية وتفاعلها مع الحركة الكشفية العالمية والعربية أن انعقاد هذا المؤتمر في مصر وإعطائه الرعاية الرئاسية والدعم الشامل من الحكومة المصرية هو دليل على الاعتراف بإيماننا بدور الكشافة في بناء الإنسان كما يعكس التزامنا الراصخ بتفعيل دور الشباب في التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن العالم اليوم يشت تغيرات متسارعة تتطلب من الحكومات البحث عن كل في كل آلية ممكنة لدفع الشباب للأمام وأضف مدبولي أن الدولة تعمل على مواكبة الرقب التكنولوجية السريع وبناء القيم الإنسانية والاستمار في الطاقات الشبابية مشرق لأن الدولة تدرك أهمية استغلال ودعم الطاقات الشبابية المبدعة إن العالم اليوم يشهد تغيرات متسارعة وتتطلب هذه التغيرات منها كحكومات البحث في كل آلية ممكنة لدفع الشباب للأمام وتزويدهم بمهارات القرن الواحد والعشرين ومواكبة الركب التكنولوجي السريع وفي الوقت ذاته بناء القيم الإنسانية والاستثمار في الطاقات الشبابية المبدعة خصوصا أن الشباب في مصر يمثلون شريحة ضخمة من تركيبة الشعب المصري وهذه ميزة تدركها الدولة المصرية وتعمل على استغلالها ودعمها وضف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن القيادة المصرية وضعت رؤية مصر 2030 من أجل التلمية وبناء الإنسان ووضح مدبولي أن الحكومة أطلقت برنامجا من أجل التلمية البشرية والاقتصادية مشيرا إلى أن الدولة تؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن عندما نتحدث عن التنمية وبناء الإنسان في السياق المصري نجد أن هناك رؤية استراتيجية واضحة ومبنية على أسس علمية متينة وضعتها القيادة المصرية تحت مسمى رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى إحداث تحول شامل في كافة مجالات الحياة من خلال تعزيز جودة التعليم وتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي عام 2024 قامت الحكومة المصرية بإطلاق برنامج عمل الحكومة والذي يهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في جميع المجالات سواء من ناحية التنمية البشرية أو التنمية الاقتصادية على الجانب الآخر التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي ممثلي شركة نيسان مصر لصناعة السيارات بهدف دعم التوسع في التصنيع المحلي ورحب رئيس الوزراء بممثل الشركة مطالما بالتوسع في صناعة السيارات بمصر في ظل تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات والحوافز التي تمت الموافقة عليها وخلال اللقاء عرض العضو المنتدب للشركة استثمارات وخطة شركة نيسان بالسوق المصرية على المدى القصير والمتوسط موضحا أن نيسان مصر تخطط لضخم استثمارات بنحو 55.9 مليون دولار حتى عام 2026 في مختلف الأنشطة لتعزيل تواجدها في السوق المصرية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تتولي صناعة السيارات حاليا أولوية قصوى جاء ذلك خلال اللقاء مدبولي مع مسؤولي مجموعة القصراوي للسيارات لبحث فرص التصنيع المحلي والتصدير وخلال الاجتماع استجاب رئيس الوزراء لطلب محمد القصراوي رئيس مجلس إدارة مجموعة القصراوي للسيارات بتوفير قطعة أرض للمصنع الخاص بهم حيث الأفتاء القصراوي لأنه من المستهدف تصنيع إحداء السيارات الجديدة مؤكدا أنه يستهدف إنتاج سلسة وعشرين ألف سيارة على مدار خمس سنوات منذ بدي الإنتاج إن التاريخ ستوقف طويلاً أمام تلك الحرب يسجل بأساتاً كبرى أنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وأكد مجدداً أن مصر ستظل على موقتها السابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحلل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصانع أو تحقيق الأمن أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تياني تأييده مع نظرائه ببريطانيا وألمانيا وفرنسا لجهود الوساطة الجارية التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر من عجل التواصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق صراحة المحتجزين ودع تياني إلى العمل مع الجميع في المنطقة لمنح الشرق الأوسط أفاق الاستقرار والسلام مطالباً جميع الأطراف على مواصلة المشاركة بشكل إيجابي ومرن في مفاوضات وقف إطلاق النار كما شدد على أهمية تجنب أي تصعيد في المنطقة يمكن أن يقود فرص السلام هذا وتتواصل الجهود المصرية والوقف نزيف الدم في الأراضي المحتلة وإيجاد حل للقضية الفلسطينية وتستعد القاهرة لعقد اجتماع مرة أخرى من أجل التواصل للاتفاق ووقف فوري ودائم لإطلاق النار جهود مصرية متواصلة لوقف نزيف الدم في الأراضي المحتلة وإيجاد حل للقضية الفلسطينية في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلية حربه على قطع غزة منذ 7 أكتوبر الجهود المصرية الراهنة تمثل امتداداً لدورها التاريخي إزاء قضية العرب الأولى حيث ظلت القضية على رأس أولويات اهتمام القيادة المصرية وإيمانها العميق بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة قمة القاهرة للسلام التي عقدت في أكتوبر الماضي جاءت فور نشوب الحرب الإسرائيلية على قطع غزة في ظل الجهود الدبلوماسية والدولية التي تقوم بها مصر بقيادة الرئيس السيسي للتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ووقف الحرب وإيصال المساعدات للأشقاء في قطع غزة المفاوضات الجارية بوساطة مصرية قطرية أمريكية تعكس إيمان مصر بأهمية التصدي لتصفية القضية الفلسطينية مع ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار القاهرة على موعد جديد من محادثات الهدنة في غزة والإفراج عن المحتجزين بعد محادثات سابقة في الدوحة والتي وصفها البيان المشترك لمصر وقطر والولايات المتحدة بالجادة والبناء حيث أجريت في أجواء إيجابية البيان المشترك للدول الثلاث أشار إلى اجتماع لكبار المسؤولين من حكومات تلك الدول مرة أخرى في القاهرة آملين التوصل إلى اتفاق وفقا للشروط المطروحة كان البيان المصري القطري الأمريكي المشترك قد أكد أن الطريقة أصبح ممهدا حاليا لإنقاذ الأرواح وتقديم الإغاثة لشعب غزة وتهدئة التوترات الإقليمية يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى إسرائيل اليوم في اقتر الجهود الدبلوماسية المكففة التي تفضلها واشنطن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتأتي زيارة بلينكين العاشرة للمنطقة منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي بعد أيام من وسطة مصرية قطرية أمريكية لحل الأزمة ويشير المسؤولون الأمريكيون إلى وجود تفاؤل جديد بإمكانية إتمام الاتفاق ولكنهم حضروا أيضا من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به إن مصر أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد أزيل إدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاتي على أن سياسات العربة لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قصري غير مقبول استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مبان سكنية في مخيم جبليا شمال قطاع غزة كما استشهدت فلسطينية وطفل أصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس بنوب القطاع وقصف الطائرات الاحتلال مخيم النصيرات وسط القطاع ما أدى الاشتعال النيراني في أحد المباني السكنية وعلنت السلطات الصحية في غزة عن استشهاد أربعين ألف وتسعة وتسعين فلسطينيا جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ سبع من أكتوبر الماضي وإصابة اثنين وتسعين ألف وستمائة وتسعة آخرين أكد المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات استهداف مباشرة بإطلاق الصواريخ على منازل الفلسطينيين بغزة بأكثر من طريقة وأشار المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني إلى تفاقم الأوضاع في قطاع غزة وانتشر الأوباءات والأمراض وعدم توفير المستلزمات الطبية مذ بداية الحرب على غزة لافتا إلى أن منظمات العمل الإنساني الدولية توجهوا تحديات عديدة حيث لا يسمح الاحتلال للتواقم بالاستجابة لمداءات الاستغاثة دعا مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل وفعال لوقف عدواني الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتمكين التواقم الطبية من تقديم خدماتها دون عوائق وقال المسؤول الفلسطيني أن الهلال الأحمر الفلسطيني يواصل عمله لتقديم خدماته الإسعافية والصحية والإغاثية وبرامج الدعم النفسي في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد موضحا أن العدوان الذي يتعرض له قطاع غزة أصفر عن استداف شامل لجميع مرافق الحياة بما في ذلك المنشآت البلدية والمرافق الصحية بالإضافة إلى تدمير كبير في الأحياء السكنية قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن أونروا عدنان أبو حسن إن اكتشاف حالة إيجابية بمرض شرل الأطفال في قطاع غزة يضق جرز انظار خاطير وذكرت وكلة الأونروا أن الأوبئة التي بدأت تنتشر في قطاع غزة سيتضر منها الجميع موضحة أن 90% من سكان قطاع غزة يعانون من مستويات مختلفة من سوء التغذية أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف أن صحة الأطفال في غزة في أدنى مستوياتها واشتدت اليونسيف على ضرورة التواصل إلى هدنة إنسانية لمدة سبعة أيام للوصول إلى 640 ألف طفل في غزة حياتهم معرضة للخطر إن لم يتم تطعيمهم ضد شرل الأطفال وعلنت المنظمة الدولية أنها جهزت نحو 2700 عامل مؤهلين لتطعيم الأطفال بقطاع غزة ضد مرض شرل الأطفال لافتة إلى أن 9 من كل 10 أطفال يعانون من الأمراض في قطاع غزة ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون في أزمة صحية عامة بعد أن أعلن مسؤولنا المحليون عن أول حالة إشارة الأطفال في قطاع منذ أكثر من عقدين من الزمان جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ شهور على قطاع غزة وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى تعرض البنية الأساسية للمياه وصرف الصحية في غزة للتدمير مؤكدة أن التهديد يتجاوز حدود غزة قال وزير العدل الفلسطيني محمد أشلالدة أن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة ترتكب على نطاق واسع وبخطة ممنهجة وشار الشرالدة إلى أنه على الرغم من صدور العديد من قرارات مجلس الأمن والجامعية العامة للأمم المتحدة وتدابير مؤقتة من محكمة العدل الدولية لكن إسرائيل لم تلتزم أو تطبق أو تحترم أي قرار من هذه القرارات أو الأحكام القضائية وكذلك المعاهدات الدولية مطالبا الدول العربية بالانضمام للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لخلق قوة قانونية لتقديم القاضة الإسرائيليين الذين اقترفوا جريمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لمثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية هذا وتتواصل الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي ضد نتنياهو وزراء حكومته مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأشرت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية إلى أن الوقت الملائم للتواصل إلى اتفاق ينفد غضب مستمر واحتجاجات لا تنتهي وغليان غير مسبوق هذا هو الوضع في الشارع الإسرائيلي مع تواصل العدوان الغاشم على قطاع غزة وتأخر الوصول لاتفاق لإنهاء الأزمة في أحدث تطور على الأرض في الداخل الإسرائيلي خرجت عائلات المحتجزين في قطاع غزة في تظاهر في تل أبيب ومناطق أخرى من أجل مطالبة الحكومة بإبرام صفقة تبادل العائلات أصدرت بيانا أكدت فيه أن الشروط التي وضعها رئيس الحكومة بنيمين نتنياهو تعوق التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس هذا واتهمت هيئة باسم عائلات المحتجزين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جافير بإحباط صفقة التبادل مرة تلو الأخرى مؤكدة أن السياسات التخلي عن المحتجزين التي بدأت منذ السابع من أكتوبر الماضي لم تتوقف حتى الآن كان زعيم حزبي معسكر الدولة الإسرائيلية بني جانس قد حذر قبل يومين من أن المحتجزين في قطاع غزة لا يملكون مزيدا من الوقت رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية من جانبهم أكدوا لنتنياهو أن الوقت الملائم للتوصل إلى اتفاق ينفد وذلك عبر وثيقة مكتوبة أعطوه إياها المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون حذروا من أن التأخير والإصرار على مواقف معينة في المفاوضات يمكن أن يكون ثمنهما حياة المحتجزين قلصت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح البري واتجهت إلى منفذ قرم أبو سالم حيث بلغ عدد الشاحنات 25 شاحلات مواد غذائية وإغاثية وست شاحنات تحمل مشتقطات بيترولية يأتي ذلك في ظل تحضيرات أمامية وحققية من تفاقم الأزمات الكارثية الإنسانية في الماء والكهرباء والغذاء والعلاج جراء سياسة التجويع التي تتبعها قوات الاحتلال المزيد يطلعنا عليه الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصرية بعد تحية في هذه المتبعة لتدعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نرسد مشهد المساعدات الإنسانية من أمام معبر رفح البري حيث استقبل المعبر على مدار اليوم خمسة وعشرين شاحنة مواد غذائية وإغاثية خاصة بالمساعدات الإنسانية وست شاحنات تحمل مشتقات بيترولية اتجهت من معبر رفح البري على الطرق المؤدية إلى معبر كرم أبو سالم ومن ثم تسليم هذه الشاحنات إلى أو مجمل ما في هذه الشاحنات إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي ومن ثم تدخل إلى قطاع غزة هذه الشاحنات على مدار الأيام السابقة كان يقابلها تعنت كبير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في طباط الإجراءات وأيضا الإجراءات التعسفية وأيضا الإغلاق في عدد من الأيام أما إذا تحدثنا عن المنظمات الحقوقية والأممية التي تحدثت عن تفاقم وترد الأوضاع الإنسانية والمعيشية داخل قطاع غزة وهناك الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف الذي تحدث أن أكثر من 90% من الأطفال غزة هم المتضررون من هذه الحرب من تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية وأيضا نقص المياه والغذاء والقهرباء وأيضا هناك عدد كبير من هؤلاء الأطفال يحتاجون للعلاج خارج القطاع ويحتاجون إلى المزيد من المساعدات الإنسانية هذا هو المشهد من أمام معبر رفح البارين نتحدث عن مساعدات قليلة على مدار اليوم وأيضا استمرار لتفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية داخل قطاع غزة مع استمرار القصف والغارات الإسرائيلية العنيفة والمكثفة في أماكن متفرقة من وسط وجنبي قطاع غزة عودة لكم مرة أخرى أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفال إصابة سلسة من جنودها من قواتها كانوا في دورية مجروح طفيفة إثر وقوع انفجار بالقرب من ألياتهم والتي تحمل وعلامة الأمم المتحدة بوضوح في محيط يارين بجنوب لبنان وذكرت اليونيفال أنه يتم التحقيق في الحادث مجددا التأكيد على جميع الأطراف والجهات الفعالة بتحمل مسؤولياتهم لتجنبي الحق الأداء بقوات حفظ السلام والمدنيين أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 23% من السكان في لبنان يعانون إنعدام الأمن الغذعي بعد أن كانت نسبتهم 19% في مارس 2024 بسبب الأعمال العدائية المستمرة والتبادلات اليومية لإطلاق النار عبر الحدود الجنوبية داخل الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل واشدد المكتب على مواصلة تكثيف جهود الإغاثة دعم للاستجابة التي تقودها الحكومة اللبنانية وذكر المكتب الأممي أنه قبل تصعيد الأعمال العدائية في أكتوبر 2023 كان ما يقدر بنحو 3.7 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية وأنه تم تمويل خطة لبنان لاستجابة العام 2024 بنسبة 25% فقط مع تلقي 670 مليون دولار من إجمالي 2.72 مليار دولار مطلوبة أعلنت إدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف أن روسيا شنت سلسة هجوم بصواريخ باليستية على المدينة في أغسطس وذكر رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبوكو أن وحدات الدفاع الجوية الأوكرانية دمرت أيضا عدد من الطائرات المسيارة التي أطلقتها موسكو وكان سلاح الجو الأوكراني أعلن أنه بعد ساعتين تقريبا من الهجوم انطلقت انظارات جديدة من الغارات الجوية في كييف والمنطقة المحيطة بها وأغلب أنحاء وسط وشمال شرق أوكرانيا في ظل تهديدات بتوجيه مزيد من الصواريخ صوب المدينة أكد منضوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخايل أولنوف أن الدعوة الموجهة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافعيل جروسي لزيارة محطة كورسيك للطاقة النووية بأنها خطوة مهمة وضرورية في الوقت المناسب وكانت وكالة الطاقة الذرية الروسية روس آتم قد اخترت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتدهر الوضع في محطة كورسك وزابوريجيا للطاقة النووية هذا وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافعيل جروسي قال إن وضع السلامة في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا آخذ في التدهور بعد ضربة بطائرة مسيرة أصابت طريقا في محيط المحطة ونقلت وكالة تاس للأنباء عن الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية قولها إن طائرة مسيرة أوكرانية أسقطت عبوة ناسفة على طريق يستخدمه موظف المحطة وسيطرت روسيا على محطة الطاقة النووية الأكبر في أوروبا بعد وقت قصير من بدء العملية العسكرية وسعة النطاق الأوكرانيا في فبراير 2022 نص مشروع موازنة ألمانيا لعام 2025 على خفض مساعدتها العسكرية لأوكرانيا إلى النصف مع الاتماد على الفواد الناتجة عن من الأصول الروسية المجمدة لمواصلة دعم كييف ويصير هذا القرار مديدا من الشكوك بشأن مستقبل الدعم العسكري لكييف علما بأن المساعدات العسكرية الأمريكية مهددة أيضا في حال انتخاب الجمهورية دونالد ترامب للبيت الأبيض مع حلول العام القادم تعتزم ألمانيا ثاني مساهم بعد الولايات المتحدة لأوكرانيا خفض مساعدتها العسكرية لكييف إلى النصف مشروع موازنة ألمانيا للعام 2025 نص على خفض مساعدتها العسكرية الثنائية إلى أوكرانيا إلى النصف لتصل إلى أربعة مليارات يورو في موازنة العام القادم مع الاعتماد على الفواد الناتجة من الأصول الروسية المجمدة لمواصلة دعم كييف تخطط برلين لتقديم دعم أقصى 3 مليارات يورو عام 2026 وأكثر بقليل من نصف مليار يورو سنويا لعامي 2027 و2028 ولتعويض الفارق تعول ألمانيا على إنشاء آلية مالية في إطار مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي باستخدام الأصول الروسية المجمدة القرار جاء بالتوافق بين المستشار الديمقراطي الاشتراقي ووزير المال من الحزب الليبرالي كريستيان لاندر لكن مشروع الموازنة ليس نهائيا بعد ولا يزال يتعين مناقشته في البرلمان قبل إقراره بحلول نهاية العام القرار أثار مزيدا من الشكوك بشأن مستقبل الدعم العسكري لكييف علما بأن المساعدات العسكرية الأمريكية مهددة أيضا في حال انتخاب الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يعمل حلفاء أوكرانيا منذ عدة أشهر على آلية من شأنها إتاحة استخدام جزء من الأصول الروسية المجمدة حول العالم والتي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار لدعم كييف في صراعها ضد روسيا المندلع منذ أكثر من عامين ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الحزب الديموقراطي يستعد لبدء مؤتمره الترشحي المقرر غدا الأثنين في شيكاغو ويعكف الحزب على إبرازي سعودي كاملا هاريس في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدها السباق الانتخابي لعام 2024 أشارت صحيفة إلى أنه على الرغم من التغيرات الكبيرة في المؤتمر سيستمر التركيز على انتقادات ترامب والذي شهدت حملته اضطرابات منذ أن نجى من محاولة اغتيال الشهر الماضي وفي الأيام الأخيرة أظهر ترامب ضعفا في خطاباته حيث كشف الاستطلاعات عن تراجعه في السباق أمام هاريس انطلقت مسيرة تضم آلاف الأشخاص دعما لرئيس فنزويلا نيكولاس مادارو بعد فوز خلال الانتخابات الثامن والعشرين من يوليو هذا وقد نظمت قوى المعارضة السياسية في فنزويلا وأنصارها احتجاجات في أنحاء البلاد للمطالبة بالاعتراف بما يقولون أنه فوز صاحق حققه مرشحهم في الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل نحو ثلاثة أسابيع فنزويلا على صفيح ساخن هكذا يعكس الشارع الفنزويلي الوضع في البلاد في ظل التظاهرات الحاشدة بكل أنحاء البلاد مظاهرات دعت إليها المعارضة لإعلان فوزها في الانتخابات الرئاسية في يوليو الماضي مطالبين الفنزويليين بمواصلة ما أسموا المعركة ضد الرئيس نيكولاس مادارو الذي يتظاهر أنصاره أيضا دعما لإعادة انتخابه شوارع كاركاس شهدت انتشارا أمنيا مكثفا حيث تمركز العديد من عناصر إنفاذ القانون والمركبات العسكرية في نقاط استراتيجية وأثار إعلان إعادة انتخاب مدور لولاية ثالثة تظاهرات أسفرت عن مقتلي وإصابة العشرات فضلا عن اعتقال المئات صدق المجلس الوطني الانتخابي على فوز مدور مطلع أغسطس الماضي بنسبة 52% من الأصوات بدون تقديم عدد دقيق أو محاضر لمراكز الاقتراع مشيرا إلى أنه تعرض لكرصنة معلوماتية نفقا للمعارضة التي نشرت المحاضر الانتخابية التي حصلت عليها بفضل مدققيها فإن مرشحة إدماند جونزالس أوروتيا قد فاز في الانتخابات بنسبة 67% من الأصوات وهي نتيجة رفضها مدورو لا تؤمن المعارضة وكثير من المراقبين بفرضية الكرصنة المعلوماتية معتبرين أنها لفقت لتجنب الكشف عن عدد الأصوات بدقة كما شكك قسم كبير من المجتمع الدولي في النتائج الرسمية بعدما نشرتها اللجنة الوطنية للانتخابات في تلك الأثناء دعا الاتحاد الأوروبي إلى جانب 22 دولة من بينها الأرجنتين وكندا وأسبانيا في بيان مشترك إلى النشر الفوري لكل المحاضر الانتخابية الأصلية والتحقق المستقل والمحايد من هذه النتائج حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من ارتفاع شديد في درجات الحرارة يضرب غالبية أنحاء البلاد وذكرت هيئة الإذاع اليابانية أن ارتفاع درجات الحرارة تسبب في إصابة الكثيرين بضربات الشمس وحدوث وفيات وطالبت السلطات غالبية السكان بتفادي الخروج من منازلهم لغير الضرورة كما حثتهم على استخدام مقيفات الهواء واستهلاك كميات مناسبة من المياه والأملاح درب الإعصار عن نستو منطقة برمودة أمس السبت وتسبب في انقطاع القهرباء وغمر الأشجار ومناطق بالمياه ولم تعلن الجزيرة البريطانية وقوع إصابات أو ضرار كبيرة في الممتازة وفقا لما ذكره مسؤولون بعض تقييم أولي هنا في أقاليم وراء البحار البريطانية التي تسمى ببرمودة اكتاحها الإعصار أرنستو مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية ما أدى لانقطاع الكهرباء عن معظم أنحاء الأرخبي للواقع في المحيط الأطلسي فيما حضر خبراء الأرصاد الجوية من عاصفة خطيرة وفيضانات مثيرة الإعصار الذي تسبب بهطول أمطار غزيلة على بورتريكو ضرب اليابسة مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 137 كيلو متر في الساعة بحسب المركز الأمريكي للأعصير فإنه من المطاقع أن يسبب الإعصار فيضانات ساحلية كبيرة في برمودة محذرا من أمواج عاتية ومدمرة المركز أشار إلى أن هذه الأمطار قد تؤدي إلى فيضان مباغت ما يهدد حياة السكان ولسيما في المناطق المنخفضة في الجزيرة كما صنف الإعصار من الفئة الثانية على مقياس السافير سامبسون والمؤلف من خمس فئات يطاقى أن يتسبب بهطول 225 ملي متر من الأمطار في بعض مناطق الأرخبيل الواقع على بعد أكثر من ألف كيلو متر من ساحل الولايات المتحدة الشرقية العاصفة تسببت في حرمان نحو 26 ألف مشترك من الكهرباء على ما ذكرت مؤسس الطاقة بيالكو بيمثلون أكثر من 70% من عملاء المؤسسة في الجزيرة والتي تعد 64 ألف نسمة تحسبا للعاصفة سحب الصيادون قواربهم من مياه المحيط وحصن سكان الجزيرة نوافذ منازلهم وخزان المؤن يأتي ذلك في وقت يتجه فيه الإعصار نحو الشمال الشرقي يتوقع أن يضرب محيط نيوفاوند لاند أو شرقها في الشرق الكندي فيما حذر خبراء الأرصاد الجوية بنع صفة خطيرة وفيضانات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بالإضافة لعدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة أقبلا كبيرا من السائحين والزائرين لاستمتاع بفعليات المهرجان المتنوعة والتي تقام في عدد من الأماكن السياحية وترفهية بالمدينة تتواصل فعاليات مهرجان العالمين في نسخته ثانية وتتضمن سباقات سيارات السرعة كما تضمن المهرجان فعاليات ثقافية وترفهية ورياضية متنوعة هي المرة الأولى لها تستعد بمعدات الأمان القلق يظهر على وجهها لكن حلما لطالما راودها لكي تصبح سائقة في سباقات سيارات السرعة دفع ألاء بهنسي بجرعة من الأمل والشجاعة لتخطو خطواتها الأولى بفعاليات موتورويك بمهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية أنا ما عدلتش خالص أنا عربيتي ستوك ما فيهاش أي موضيفيكيشن وده بيختلف عن حاجات كتير فأنا بنزل مع ناس معدلة فأنا العربية ستوك بس هي الفكرة بقى أنه اللي بيسوق عربية عادي خالص ما سمش هيبع عارف اللونش كنترول إنه يطلع من على السباق دي ما حاجة سباق فأنا عمري ما كنت عارف ده لو أنا ما دخلتش السباق أنا بسوق العربية وطلع الطريق وخلص فلانش كنترول وتكنيك معين وتسرخ قبل ما تطلع فدي كتأول مرة ويبدو أن ألاء ليست بمفردها فالكل هنا من أهل وأصدقاء وقفوا بجانبها ودعموها للوصول لحلمها فجاء هذا السباق كأول تجربة لها بالعالمين الجديدة على أمل أن تتمرس وتحترف السباقات المحلية والدولية أخوتي كلهم معايا هنا تلات أخوات بنتين وولد كلهم معايا وأمي هنا معايا وأختي أصلا في الموتور سايكلز وعايزة تبقى كده بس في الموتسيكليات فإحنا لقى العيلة امباورينج قوي يعني بتشجع قوي الحاجة زي كلهم جولي يعني على طول حتى كان عندهم حاجات جولي على الطريق إحنا نجينا أحضر معاك على طول لكن ألاء ليست الوحيدة فوفاء الفرماوي أيضا التي أحبت السيارات وتركيباتها منذ صغرها برفقة أخيها الذي شاركته في تجميع السيارات وتعديلها وقيادتها تطورت أحلامها وتدربت وتعلمت حتى وصلت لطريقها في سباق السيارات أنا بقى لي سنة بالضبط بدخل سباقات رسمية لكن قبل كده كنت يعني بعد العربيات مع أخويا وفي البيت بقى وبنزبط الدنيا وبنسوق مع بعض كده فكعيلة يعني عندنا أساس في الحتة دي شوية ولكونهن من السيدات وسط لعبة اشتهرت في الأساس الرجال فكان لهن تحديات خاصة لكن التمييز وسط هؤلاء كان له أيضا طعما خاص بدخول السباق وتعديل وإصلاح السيارات أنا بعرف أعمل حاجات جوة الأنجل نفسها يعني لسه مغيرة بجهات قبل ما يجي على طول فمن ضمن الحاجات اللي بنعملها كتعديل بقى أن أنا في حاجات طبعا ما بعرفش أعملها كبايبينغ والكلام ده بس يعني بعرف أقول أنا عايزة إيه اللي يتعدل في العربية بالضبط وتديني أداء عمل إزاي سباقات الموتورويك تأتي ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية والذي امتلأ بفعاليات ثقافية وترفيهية ورياضية أتيحت لكل الفئات من صغار وكبار وعائلات وأصدقاء كريم بيبرس التلفزيون المصري ونبقى مع كريم بيبرس من مهرجان العالمين الجديدة كريم بعد التحية ماذا عن الفعاليات المختلفة لمهرجان العالمين وماذا أيضا عن سباق السيارات الشديد السرعة مع الفتيات والسيدات نعم تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ربما فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخاتي الثانية تنوعت بشكل كبير فكما ذكرت سباق السيارات الذي بدأ بالفعل منذ أول أمس هذا السباق الخاص لبدة أسبوع وهو موتورويك لسباق سيارات شديدة السرعة للدريفتينج لعدد آخر من أنواع سباق السيارات متواجد للمرة الثانية في مهرجان العالمين الجديدة في نسخاتي الثانية المميز هذه المرة هي مشاركة البنات والسيدات لهذه السباقات تحدثنا معهم ورأينا من هم أول مرة يشاركون في هذه السباقات ورأينا أحلامهم وطموحاتهم وأيضا تحدثنا مع من لهم خبرة بالفعل في هذا المجال وكيف لسيدة أن تتحرك وتندمج في هذا المجال المعروف عنه وأنه خاص دائما بالرجال لكن كان هناك تعاون كبير من كل من كانوا في السباق أخذوا معهم الصور التذكارية وساعدوهم وكانوا خير سند لهم في هذه السباقات ولكن دائما الفكرة هي الوصول للأحلام وتحقيق الأحلام وجاءت هذه الفرصة لهذه السيدات وهذه البنات داخل مهرجان العالمين الجديدة في نسخاتي الثانية عبر هذه السباقات لكن الأمر لا يقتصر على سباق السيارات فقط هناك أيضا سباق للدرجات النارية والدرجات البخارية بالإضافة أيضا لسباقات الكارتنج وهي سيارات صغيرة جدا للأطفال لا يتعدل عشر سنوات وخمسة عشر عاما أيضا وهناك بالإضافة لذلك الفعاليات الرياضية المتعارف عليها هنا في مهرجان العالمين الجديدة كل من جاء إلى هذا المهرجان صار عنده معلومة كافية أن هناك شواطئ بها ملاعب لكرة القدم ملاعب لكرة السلة للبادل لكرة الطائرة كل هذه الواجد ومفتوح دائما طوال الوقت لكل من يريد أن يمارس الرياضة بشكل عام على السحل أو على الشاطئ مباشرة لكن هذا لا يمنع استمرار أيضا الفعاليات الثقافية والترفيهية فعلى سبيل المثال المسرح في المنطقة الترفيهية ما زال يستقبل المسرحيات المختلفة في نهاية كل أسبوع بالإضافة لواحدة من أهم الفعاليات داخل مهرجان العالمين الجديدة هو مهرجان نبتة مهرجان نبتة لأطفال بدأ بالفعل منذ يومين تقريبا وهناك مشاركة كبيرة من الأهالي والأطفال داخل هذا المهرجان نظرا لتنوع الفعاليات داخلها ونطوع الأنشطة بداخل مهرجان نبتة من أنشطة رياضية من أنشطة ترفيهية من أنشطة تفقيفية وأيضا ورش للحكي وورش لتعليم التنفيذ وورش أيضا لاختراع وابتكار شخصيات كارتونية يعني هناك بعض المسؤولين وأيضا المتخصصين في صناعة الكارتون وصناعة الشخصيات الكارتونية جاءوا اللي يعلموا الأطفال كيف يبتكرون شخصيات كارتونية وكيف أيضا يستطيعون أن يعملوا على اختراع شخصيات جديدة داخل الفكر المصري بشكل عام هذه نقطة النقطة الأخرى أيضا هي الحفلات الغنائية الموجودة في اليو أرينا طبعا يعني كنا حضرنا الحفل الخاص بمصار إجباري وحمزة نمرة والجميع في انتظار في نهاية هذا الأسبوع حفل كايروكي الذي له إقبال كبير من معظم فئات يعني الفئات العمرية داخل المجتمع المصري بشكل عام أيضا بالإضافة لذلك استمرار فعاليات السرك القومي والفنون الشعبية داخل الممشى السياحي بمشاركة عدد كبير من الأهالي والأطفال داخل مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية والآن عودوا إليكم مرح شكرا جزيلا لك زميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصرية عقد وزارة الأوقاف مؤتمرا تحضيريا للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تأتي هذه النسخة من المؤتمر بعنوان دور المرأة في بناء الوعي ويعد هذا المؤتمر هو المؤتمر الدولي الأول للواعظة المصرية وسيتناول عدة محاول من بينها دور المرأة في بناء الوعي الديني وفق فيه ودورها في خدمة المجتمع وبناء الأسرة واتنشأة الطفل بالإضافة إلى عرض التجربة المصرية في تمكين المرأة المؤتمر في الحقيقة هو رسالة امتنان وتقدير لكل مرأة على أرض مصر ورسالة دعم وتقدير وإجلال ومزيد من العطاء للمرأة المصرية في قادم الأيام المؤتمر هو المؤتمر الخامس والثلاثون سبقته سلسلة من المؤتمرات على امتداد تاريخ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية منذ النشأ في الحقيقة هذا المؤتمر للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بعنوانه المؤتمر الدولي الأول للوعظات دور المرأة في بناء الوعي هو مؤتمر غير تقليدي حيث يتبنى قضية دور المرأة في بناء الوعي الذي يتمثل في عدة محاول من أهمها دور المرأة في بناء الوعي الديني دور المرأة في بناء الوعي الثقافي دور المرأة في خدمة المجتمع دور المرأة في أرساء قيم التعايش وبناء وصنع السلام دور المرأة أو التجربة المصرية في التمكين للمرأة فالمرأة راعية للمجتمع كله هي تعتبر نصف المجتمع بل هي كل المجتمع لأنها هي النصف وتربي النصف الآخر يعني هي الأم والأخت والابنة فهي عليها الدور الرئيسي في بناء المجتمع فمن أعظم الحاجات التي حصلت أن يكون هناك تقدير شديد لدور المرأة في بناء المجتمع وأن نوعي الناس بهذا الدور أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عشور نتيجة تنصيق المرحلة الأولى لثانوية العامة المصرية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة وأكد الوزير أن هناك العديد من الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية من التنصيق في العديد من الكليات على رأسها التربية والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية برضو بطمن أولادنا أن في المرحلة الجاية إن شاء الله هناك الأماكن شاغرة كثيرة قدامنا كليات التربية، شعب التفولة، تعليم الجدائية، تفولة مبكرة الأداء بحقوق تربية نوعية، خدمة الاجتماعية، دار العلوم، سياحة، فنادق، اقتصاد منزلي وتربية رياضية طمعاً اللي لها اختبارات بتبقى لازمة للتحاق بهذه القطعات المزيد ده حول نتيجة تنصيق المرحلة الأولى للثانوية العامة وأهم ما جاء في المؤتمر الصحفي يطلعن عليه الزميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصرية نعم تحياتي حيث عقد المؤتمر الصحفي للسيد الأستاذ الدكتور أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية هذا المؤتمر الذي تحدث فيه بالأرقام عن نتائج التنسيق للمرحلة الأولى للطلاب النجاحين في الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 وتحدث عن الدفعات التي دخلت إلى المرحلة الأولى من الشعب العلمي علوم والشعب الرياضة والشعب الأدبية وقال الوزير بأن المرحلة الأولى ابتدأت تقديم فيها من خلال المنصة الإلكترونية لمكتب التنسيق من يوم الثاني عشر من أغسطس وحتى السادس عشر من أغسطس الجاري وكان نسبة الحد الأدنى للقبول بالدفع أو الشعب العلمي علوم 90% و48% في المئة بعدد إجمالي طلاب 26349 طالب وشعبة الرياضة 87% و7% للشعبة الرياضة بعدد طلاب 16100 طالب والشعب الأدبية 68% حد أدنى 29% في المئة بعدد طلاب 74015 طالب وتحدث الوزير خلال المؤتمر أيضا بأن الحد الأدنى للمرحلة الثانية التي يبدأ تقديم فيها من يوم 20 من أغسطس الجاري وتستمر لخمسة أيام حتى يوم 24 من أغسطس الجاري بحد أدنى علمي 64 و63 من مئة في المئة والأدبي بحد أدنى 56 و9 من مئة في المئة الأماكن الشاغرة التي تحدث عنها الوزير في المرحلة الثانية من الكليات بالنسبة للشعبة العلمية كليات مثل الطب البيطاري والتمريد والعلوم والأماكن الشاغرة لشعبة رياضة مثل حاسبات ومعلومات وذكاء الصناعي وفنون جميلة والشعبة الأدبية كليات مثل تربية وحقوق وتربية نوعية وخدمة اجتماعية وغيرها تحدث عنها الوزير وجاء في البيان أيضا في المؤتمر الصحفي أن هناك ثلاث كليات تدخل حيز الخدمة بدءا من العام الدراسي الجديد هي كليات الأثار بصن الحجر وسياحة جنوب الوادي فرع الغردقة وأخيرا كلية السياحة والفنادق في مدينة السدات هذا أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية إليك أكد رئيس هيئة الرعية الصحية أحمد السبكي أن التعاون مع شركة سيمينز يشمل تدريب الأطباء فني الأشعة ومهندسي الأجهزة الطبية في المنشآت الصحية أتابعت للهيئة في محافظة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل وخلال اللقائه رئيس شركة سيمينز هيلف لفت السبكي إلى أن المرحلة الأولى من التدريب ستنطلق في سبتمبر المقبل بأقليم القناة مع التوصع لاحقا ليشمل الصعيد ودع رئيس الشركة رئيس هيئة الرعية الصحية لثمسي لمصر في القمة التنفيذية لشركة سيمينز بألمانيا في شهر أكتوبر المقبل بحضور قادة قطع رعية الصحية من جميع أنحاء العالم أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم أهمية التعاون في مجال التحرية للإنتاج الكثيف للغذاء كإحدى أدوات التعامل مع تحديات المياه والغذاء بالعالم العربية وخلال اللقائية السفيرة تم مملكة البحرين بالقاهرة فوزية بن عبد الله زينال لفت سويلم إلى أهمية تعزي التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات من جانبها أعرفت سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة عن رغبة بلادها في التعاون مع مصر في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي والاطلاع على الخبرة المصرية في هذا المجال أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولية رانيا المشاط إلى حرص منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة على تعزيز الجهود المشتركة مع مصر في إطار تقدمها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بالأمين العام المساعد للأمم المتحدة رئيسة مجموعة التنمية المستدامة أمينة محمد خلال فعاليات النسخة السلسة والأربعين للمؤتمر الكشفي العالمي وشهد اللقاء مباحثات حول انعقاد مؤتمر يقمة المستقبل والدورة التاسعة والسبعين للجمعيات العامة للأمم المتحدة في غضون ذلك أعلن كيبنفري الرئيس التنفيذي للمبادرة الأممية الدولية جيل بلا حدود اختيار وزيرة التخطيط والتعاون الدولية رانيا المشاط لتنضم إلى مجلس إدارة المبادرة ضمن قائمة من قيادات الاقتصاد العالمي ومسؤول الإدارات التنفيذية بكبرى مؤسسات القطاع الخاصة عقدت وزيرة التربية المحلية منال عوض اجتماعا مع عدد من المحافظين لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي على أرض محافظات سهاج وقنة واسيوت والمينيا كما شهد اللقاء بحث متطلبات المرحلة القادمة للإسراء بمعدلات تنفيذ مشروعات البرنامج وتعظيم الأثر التنموي لمخرجاته في مختلف المحافظات والتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة من جانبها أشرت وزيرة التنمية المحلية إلى أن البرنامج يعد واحدا من أهم البرامج القومية التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد وزير الاستثمار والتجارات الخارجية حسن الخطيب أهمية تعزيز الشركة الاستراتيجية بين مصر وسنغافورة بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية بكل البلدين وخلال لقائه السفير السنغافورية استعرض الوزير أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين ومن جانبه أشهد سفير سنغافورة لدى القاهرة بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر والتي أسهمت في جعل مصر بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة تفقد وزير الإسكان شريف أشربيني ومحافظ الإسكندرية أحمد خالد مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان الطريق الدائري لمحافظة الإسكندرية وأشار وزير الإسكان إلى أن المحور الجديد يدف إلى نقل حركة المركبات بجميع أنواعها من وإلى مطار برج العرب الدولي والسحل الشمالي ومناطق التنمية بمدينة برج العرب ومحيطها إلى الطريق الصحراوي مباشرة ومنه إلى شبكة الطرق الإقليمية بمختلف مناطق الجمهورية كما يربط المحور طريق الإسكندرية الصحراوي بمطار برج العرب والطريق الدولي الساحلي لاستعاب الكثافة في الحركة المرورية المتبادلة افتتح وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو أولى معرض للفنانة مريم وجيه والتي تعد أولى فنانة من ذوي الهمم تلتحق بكلية الفنون مؤكدا أهمية تفعيل استراتيجية مصر للدعم ذوي القدرات الخاصة يقام المعرض في قاعة صلاح طاهر بدار الأبرا المصرية من 17 من أغسطس وحتى 22 من أغسطس الجاري ويضم المعرض 55 لوحة تتنوع بين البرتريهات والمناظر الطبعية والفن التجريدية وهو نتاج خمس سنوات من عمل الفنانة مريم وجيه أثناء وبعد دراستها الحرة للفنون ووجه وزير الثقافة بعرض بعض أعمال الفنانة مريم بمبنى وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الفنانين من ذوي الهمم في المشهد الثقافية وبهذا نصل لكم إلى ختم هذه النشرة ولا يتبقى لنا سؤتكتر بأبرز العنوان تحت رعاية الرئيس السيسي إنعقاد المؤتمر الكشفي العالمي ومدبولي يؤكد أن الاستمار في الشباب هو استمار في مستقبل الوطن الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على قطاع غزة واليونسيف تحذر من أن أكثر من ستمائة ألف طفل حياتهم معرضة للخطر وأوكرانيا تعلن شن روسيا سلثة هجوم على كييف هذا شهر والطاقة الزرية تحذر من تدهور السلامة بمحطة زابوريجيا وصلنا معكم إلى ختام نشرة السالسة من التليفزيون المصرية إلى اللقاء اشتركوا في القناة